تنفيذ أن لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوسعة شبكة الطرق في البحرين كشف سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمرانية المهندس عصام بن عبدالله خلف عن إطلاق حزمة من المشاريع التطويرية لتوسعة شبكة الطرق في البحرين التي من شانها أن تعمل على تخفيف الزحامات في المملكة نتيجة التطور والتوسع العمراني المتزايد في أعداد المركبات وأوضح سعادته بأن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع لطرح مفهوم جديد لتوسعة شبكة الطرق في البحرين لتكون انموذجا يعكس التوجهات القادمة بما يتماشى مع انسيابية الحركة المرورية وامراعات الجوانب الجمالية وتكامل الخدمات البنية التحتية الأخرى لتضمن الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في جميع الطرق الحيوية حيث تشهد المملكة نهضة في التطور العمراني والاستثماري وأشار خلف إلى أن الوزارة كثفت جهودها بمراجعة المخططات الاستراتيجية من أجل توسعة شبكات الطرق الحالية حيث أن هناك حزمة من المشاريع التطويرية تصب في تحقيق أحد مخرجات الملتقى الحكومي التي تتعلق بعمل الوزارة بشكل مباشر وهو أنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المهندسة هدى فخرو الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مهندسة هدى بداية نرحب بك ولو تعطينا صورة أشمل عن تصريح سعادة الوزير لإطلاق حزمة من المشاريع التطويرية للطرق في مملكة البحرين مساء الخير عليكم جميعا وطبعا بالفعل بتوجيهات ودعم لحكومتنا الرشيدة فالنوزات الأشغال تعمل حاليا على أعداد التصاميم الهندسية لحزمة من المشاريع الاستراتيجية تمهيدا لتنفيذها ابتداء من العام القادم طبعا هي بتاخذ عدة سنوات فإن شاء الله نبتدي فيها العام 2017 طبعا تشمل هذه المشاريع إنشاء جاس الرابع يربط بين مدينة المحرق ومدينة المنامة توسعة وتطوير شارع الفاتح وإنشاء انفاق الجسور على التقاطعات الرئيسية عليه أيضا من المشاريع توسعة شارع الشيخ زايد وزيادة المنافذ لمنطقة عالي تشمل أيضا هذه الحزمة تطوير تقاطع قاضي المحرين كما تشمل تطوير التقاطعات وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان أيضا تشمل مشاريع توسعة شارع البدية وشارع الجنبية أيضا بيكون ضمن الحزمة إنشاء طرق جديدة توفر منافذ جديدة لمنطقة الحد عراض نعم إذن المهندس نعم تفضل نعم تتاثر عن المشاريع نعم إذن المهندس هدى فخروا الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلدية وتخطيط العمراني شكرا جزيلا لك نعم تتاثر عن المشاريع